رفقاء النبي في الجنة اللهم اجعلنا منهم انت ايه اغلى مطلب عندك اغلى امنية في حياتك تكون غني يكون عندك شقة وعروسة وعربية مش اصدي في الدنيا جميل يكون عندك طموح في الدنيا لكن الاجمل يكون عندك هدف نبيل وعالي وغالي في الاخرى هتقول لي احنا شباب ونفسنا نعيش هقول لك مفيش تعارض بين الاتنين عيش وخلي عندك طموح وربنا يسعدك بس خلي دايما الجنة قدام عينك زي ما عندنا طموح عالي اوي في الدنيا ليه ما يكونش عندنا زيه في الاخرى زي ما عندك ارادة ولما نعوز نوصل لحاجة في الدنيا بنوصل لها مهما كانت صعبة ليه عزمتنا ضعيفة في حزوز الاخرى بنلاقي الطالب اللي بيصمم انه يطلع الاول على دفعته خمس ست سنين وفعلا بيطلع الاول على الدفعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ما شاء الله واللي بيصمم انه يطلع من اولي الثانوية العامة واللي بيصمم انه يطلع عراج الاعمال ناجح كل ده جميل وحلو ومطلوب عايزين الطموح والارادة دي في حظوظ الاخرى كمان مش في الدنيا بس ليه عمرنا الدنيا ونسينا اخرتنا لو عندك شقتين شقة هتقعد فيها ساعة وشقة هتقعد فيها 23 ساعة تعمر اي شقة فيهم تتعب وتشطب اي شقة فيهم احنا عمرنا الشقة اللي هنقعد فيها ساعة وممكن صاحب المكان يطردنا منها في اي وقت والروح لنلاقي الشقة التانية خراب عشان كده ربنا بيعتبنا ان احنا ركن ليلة الدنيا واي سعي للاخرى تلاقي الكسل والنوم قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل متاع قليل احنا شوية ومروحين ده احنا هنا ضيوف قم في الحياة كعابر سبيل واترك وراءك اثرا جميل فما نحن في الدنيا الا ضيوف وما على الضيف الا الرحيل